بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إما جعلنا في أعناقهم أغلالا في إلى الأذقال فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتمع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما فعزدنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنسل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكتبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم لنا عذاب ألي قالوا تخائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قرم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر إلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال من مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعل لي من المكرمين وما أنزل على قومه من بعضه من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منذلين إن كانت إلا صيحة واحدة فيذاوين خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستاذعون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل النمى جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه المنار فيذاهم مضربون والشمس تجري من مستقر إلا هذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك الورجون القدير للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يصبح نصون وآت لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم لنقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رذقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعم من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأقذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السوء فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تظلوا نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغر فاكهون هم وأسواجهم في ظلال على الأرائك مدكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجريون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم جبل لليسيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفراههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم لما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعنهم فاستبقوا الصراط فإنا يبصنون ولو نشاء نمسخناهم على مكانتهم فنستطعون مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسب في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولن يروا أنا خلقنا لهم لما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون فذل الله لهم فمنها رقمهم ومنها يأكلون ولهم فيها ملافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ولا يعلنون أولم جرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي لعظام وين رعيم قل يحييها الذي ينشأ في أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارم فإذا أنتم منه توخدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمروا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيبون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإلي ترجعون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة